السلام عليكم ورحمة الله مازلنا نسير في رحاب السلام وبدأنا الرحلة في التلت الأول تلت الرحمة وتكلمنا فيه عن سلام العيش فيك أنا في الله سبحانه وتعالى ووده ورحمته وبركته وكرمه وعشنا فيه اللهم أنت السلام ومنك السلام وتهيأنا للبقاء في حضرة مولانا سبحانه وتعالى والنهاردة بنبتدي ندخل في السلس المغفرة ونتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى ونفحات الغفران وده محتاج قلب سليم قلب ذاق السلام بحق ذاق السلام من كريم سبحانه وتعالى من كريم معاملة سبحانه وتعالى الذي نعكس علينا فعاش في الحياة بقلب مليء بالعفو والرحمة مع عيال الله سبحانه وتعالى اللهم كل الخلق وعشان كده هنبدأ النهاردة المحطة التانية اللي احنا كنا كلمناكم عليها في أول حلقات رمضان وهي رحلتنا اللي احنا عنسميها السلام في العلاقات اللي هو السلام مع القلوب السلام مع قلوب الناس اللي هو السلام اللي يخلينا كلنا مجبرين الخاطر مش بس مجبرون الخاطر لا ده سلام يخلينا طيبين الخاطر عشان ندوء طعم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين فعايزين نعيش الحياة على إن هي جنة وساعتها نقدر ندوء الكلام اللي قالوا الناس الطيبين القاربين من الله لما قالوا جنة من غير ناس متندس يعني أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا لكي نزوق حلاوة الجنة بالعلاقات وبالناس فوجود الناس يا سادة نعمة ووجود العلاقات الإنسانية كمان من أكتر النعم لأن احنا مؤمنين بما يسمى بالنعمة في النعمة فنعمة العلاقات اللي بيقيا نعمة في نعمة الناس والأرزاء اللي بيعيشها الإنسان هو الإنسان اللي بيعيش حلاوة الأرزاء وساعة الأرزاء دا اللي تعلم فنون السلام اللي تعلم فن السلام في رمضان وفيها بيحس كأنه عايش في جنة الله سبحانه وتعالى في الأولى قبل الآخرة وساعتها بيعرف أن بس مش المسلم من سلم المسلمون من لساني ويادي لا ده المسلم من جعل الناس يشعرون بالسلام صفة من صفات الجنة هي أن هي دار السلام لهم دار السلام عند ربهم والقاعدة أن أي سلام في علاقتنا مع الناس حوالينا بيبتدي بحاجة مهمة قوي قوي وده اللي عن نبتدي نتكلم عليه النهاردة